على شكل انه اكس دوت على جهة. وكل الجهة التانية اكس ويو. ناقض المعادلات. ايش معادلة اللي بتطور نبدأ فيها. بنقدر نبدأ في المعادلة هاي. شو رأيكم? نقول اكس وان دوت اوف تي اكس وان دوت بتساوي. واحد في يو اوف تي. واي اوف اس ايش هي? اكس وان. بيصير ناقص خمسة اكس وان اوف تي. واحد مش هي? واحد في اكس اوف تي زائد يو اوف تي. اوكي هيا اول معادلة. معادلة التانية. عندي اكس اوف تي او اكس دوت. اكس دوت لما بطروبها بالاس بتصير اكس دوت مش هيك. بتساوي. ستة يو اوف تي. ماينس ستة. ايش? اكس وان اوف تي. وزائد زيرو. اكس دو اوف تي. نظبوط? اذا صارت عندي ايش هلا متوفر عندي? ايه. ايه. صار عندي ناقص خمسة. ناقص ستة. واحد زيرو. هل هذا مشبه. ايش لازم يكون. يا اما اقصى عمود لليمين او اقصى عمود للشمال فيه ارقام. البقية زيروز الا الداغون اللي بكون اوف. بالحالة هي راحكون هذا الوف. كان ممكننا نعمله بطريقة تانية. كان ممكننا نحط هذا العمود يطلع هون. كيف بغير العمود هذا يطلع هون? شو كنت بغير هون? دال ما احط اكس وان اخر واحدة. بحط اكس ان اخر واحدة. طب دال ما كان نسمي هاي بصير نفس الاشي هم هدول نفس الفور. تذكروا انه حتى في عندي اكتر من شكل. منسمي هدول التنين بنسميهم. بس في بعض كتب لما تدخلها راح تلاقي انه في عنده افضلية يستعمل اول او اخر او اول رو او اخر مور لمين? الكونترول. اوكي? طيب بي عندي واضحة. واحد وستة. اش هي? واحد وزيرو. لانه واي واي بتساوي واحد في اكس ون اف تي زائد زيرو في اكس دو اف تي. ودي بالاخر ايش اصلا مش موجودة. صار عندي هذا الابزورفر في كانونك الفور.